تلميذ للمسيح الوديع القدوس المتواضع القلب مؤمن مكرس طيع خادم أتعلم الحب تصدور يسوع الكلمات أنمو بالحجمات والنعمات أتشبه بالمسيح تلميذ لسيد المسيح وأعيش للمسيح تلميذ أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج التلميذ بعنوان إله كل نعمة سبق وتكلمت في حلقات سابقة عن المسيح هو نعمة الله لكل إنسان هو تجسد النعمة أسبوع الماضي تكلمت عن غياب النعمة نحن نعيش في عالم عطشان للنعمة وبناشد الكنيسة أنه يتقدم النعمة طريقة عملية للبعيدين للقطاع للأشرار يشعروا بالراحة أنهما يجوا يدخلوا الكنيسة زي ما كان في أيام المسيح بيروحوا ويلتصقوا بالمسيح خلينا أحكي لكم أن أرضى عن إله كل نعمة من سنوات طويلة أقيم المؤتمر في بريطانيا عن مقارنة الأديان ودار النقاش مع أعضاء المؤتمر حول ما هو المعتقد الذي تنفرد به المسيحية ما فيش زي في أي حتة تاني بعض اللاهوتين المسيحيين قالوا التجسد الإلهي وقالت بعض الأديان الأخرى أننا نؤمن بأن الآلهة تظهر في شكل بشر طبعا فيه تعرفين فيه ألفين ديانة في بعض الأديان الهندسية بتقول ممكن الإله يظهر فيه بالتجسد الإله ده مش تميز قال اللهوتي آخر مسيحي المسيحية تنفرد بالقيامة المسيح مات وقام قال آخرون عندنا حوادث قيابة من الأموات ونحن نؤمن بها يعني كان نقاش حاد استمر النقاش إلى أن دخل الفيلسوف المسيحي سي إس لويس قاعة المؤتمر وسألوه ما هو الموضوع الذي تتفرد به المسيحية عن كل تعاليم العالم قال ليويس النعمة هي ما يميز تعليم المسيح أرجو أن احنا نفهم هذا التمييز النعمة هي ما يميز كل تعاليم المسيح كل تعاليم الكنيسة كل العهد الجديد النعمة هي ما يميزه النعمة مش موجودة في أي تعاليم ولا فلسفة ولا ديانات المسيحية تتفرد بالنعمة أو التعليم عن النعمة أو أن المسيح هو نعمة الله للعالم شارك معكم مرة تاني يحنى 1-14 والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا كان المسيح مليان ألطافا ومعاملات رائعة يظهرها لناس لا يستحقونها هذه هي النعمة محبته محبة المسيح ورحمته ورحمة المسيح هي صور من النعمة يقول في إنجيل يحنى 1-16 ومن ملئه نحن جميعا أخذنا يعني نحن كل مؤمن بيه أخذوا نعمة ونعمة فوق نعمة بعد السبعتاشر لأن النموس بموسى أعطيه أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صاره والنعمة هنا معناها رضى الله السقي على أولاده وبركاته الوفيرة التي لا يستحقون عليهم أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صاره أي أن المسيح لم يأتي ليدين العالم بل جاء لخلاص العالم خلاص الأشرار خلاص البعيدين خلاص المنبوزين والمطردين والمجرمين والزناه والمدمنين والمقامرين يسوع جاء ليخلص الكل المسيحية وحدها تنادي بالنعمة ولأن الإنسان بطبيعته يقاوم فكرة النعمة يعني الإنسان عايز حاجات يعملها هو يشترك فيها هو مش بيقبل أن يسوع يعمل كل حاجة لكن يسوع استمر يعلم كتير عن عالم تغمره النعمة في إنجيل مات أصاح خمسة قال حاجة جميلة عن الآب في عدد خمسة واربعين كي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات فأنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين يعني شمسه ومطره نعمة نعمة الله العامة للناس يشرق شمسه عليهم رغم أن الكسرين يرفضوا الله وملحدين لكن الله لا تتوقف نعمة ويستمر ينعم عليهم بالنعمة آية تانية جميلة أو بنحبها لكن بتتكلم عن نعمة في متى ستة ستة وعشرين انظروا إلى طيور السماء إنها لا تزلع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن وأبوكم السماو يقوتها يديها أكلها ألستم أنتم بالحرية أفضل منها الطيور ما تأكل بدون أن تزرع ولا أن تحصد المسيح عايز يقول هذه نعمة نعمة تعلن عن اهتمام الله بالخليقة واعتناء الله به أقول لكم بقى حاجة حلوة تكملة للكلام ده في أيوب ثمانية وتلاتين واحد واربعين من يهيئ للغراب للغراب صيدهم استنعب فراخه إلى الله وتتردد لعدم القوت أقول لكم حاجة مهمة أوي لازم تخلي بالكم منها الغراب لونه أسود فراخ الغراب تخرج من البيض لونها أبيض زي ما شايفين على الصورة دي لما تيجي الغراب لونه أسود ويلقى فراخه بيضة ما يعرفهش يترك فراخه ويهجر العش حتى لو فوق الشجر من فوق ولا يطعمها طب مين بيطعمها نعمة الله تعتني بفرخان الغربان ويطعمها من ندى السماء ينزل الندى على أوراق الشجر يلم شوية بكتيريا وشوية بروتين وشوية حاجات وينزل في فم العصفور الصغير اللي هو بتاع الغراب اللي مش لاقي حد يأكله ربنا بيطعمه خذنا نفكر ويطرح غدا في التنور يتحرق يعني شوية التحدي بتاع المسيح يلبسه الله هكذا جميل بيلبسه منظر جميل تلاقي عشب الحقل طالع كده على حرف الحقل لكن فيه مناظر جميلة ألوان جميلة أفليس بالحاري جدا يلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان المسيح بيكشف لينا وبيعلمنا ويرى النعمة في كل مكان الله بينعم على الخليق ومع ذلك لم يقدم لنا أي تعريف محدد عن كلمة النعمة لأنه موضوع كبير قوي موضوع جميل قوي الموضوع واسع جدا أوسع من أن تعرف النعمة أوسع من تعرف وأي تعريف للنعمة هو محدود يعني أضربت الثلاث أربع عم سيلة من كلام المسيح كلها بيشاور فيها عن النعمة لكن الرب يسوع أظهر النعمة من خلال أمثال كثيرة أعلمها لتلاميذ يعني المثل الكبير اللي إحنا عارفينه وبنحبه قوي في لقاء صح 15 هدف المثل هدف المثل ده هو كشف نعمة الله لكننا بكل أسف في أغلب الأحيان وأغلب العزاد نتكلم عن جانب من النعمة عندما نشرح هذا المثل في الكنيسة عشان كده خليني أشرح وليكم بالتفصيل بعد الفاصل عشان أوريكم روعة النعمة اللي بيقدمها المسيح في كل الأمثال اللي قالها في الإنجيل بعد الفاصل أشرح المولود اشتركوا في القناة إله كل نعمة ما يميز كل التعاليم المسيحية التعاليم عن النعمة والمسيح هو نعمة الله للعالم عشان كده المسيح تكلم كثيرا عن النعمة من خلال أمثال كثيرة أشهرها ما جاء في إنجيل لقى خمستاشر وأنا عايز أرى المقدمة في أول لقى خمستاشر عشان أوريكم إزاي بيكشف النعمة من أول كلمة عدد واحد واثنين يقول كده وكان جميع العشرين والخطاء يدنون منه ليسمعوا يعني دي مهم قوي في إيه اللي حصل فتزمر الفرسيون والكتبة مين الفرسيون والكتبة يقصر يعني رجال الدين رجال الدين مش عجبههم النعمة رجال الدين مش بيعلموا عن النعمة رجال الدين بيرفضوا إن الناس الأشرار فتزمر فتزمر الفرسيون والكتبة قائلين هذا بيجي شور على المسيح هذا يقبل الخطاء مش كده بس ويأكل معه مش بدي إيه الجريمة بتاعة المسيح يقبل الخطاء ويأكل معه هنا بنشوف في الآية واحد واثنين دي مجموعتين الخطاء وقفوا مع المسيح ضد أنبوسهم يعني هم جايين بشرهم عشان يرفضوا حياة الشر المجموعة الثانية رجال الدين اليهود المتعصبين اتهموا يسوع إنه يقبل خطاء ويأكل معهم فكرة تهمة صحيحة طبعا تهمة صحيحة يراد بها باطل يعني يسوع بيحب الخطاء ليه أحب الخطاء ليتمم القصد الإلهي الذي جاء المسيح من أجله للعالم القصد الإلهي أن يأتي المسيح من السماء ليحب الأشرار والبعيدين يحبهم ويكره خطيئهم لو رجعنا لإنجيل مرقص الصحيح 2 عدد 17 يقولي كتاب فلما سمع يسوع سمع الكتب والفرسيين قال لهم لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى دي حاجة طبيعية جدا الواحد صحته كويسة مش يروح للمريض للطبيب مين لا يروح للطبيب المريض عشان كي المسيح قال أنا طبيب جاي عشان المرضى لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاطا إلى التوبة دي رسالة الإنجيل دي رسالة المسيح دي نعمة المسيح عشان كده كتب لؤة في مقدمة المثل بتاع لؤة كلم عن الخطاء وعن الفرسيين هل نشوف بقية النص في عدد 3 من نفس الأصحاح يقول الكتاب فكلمهم بهذا المثل قائلا أي إنسان منكم له ماءة خروف وأضاع واحدا منها ألا يترك التسعة والتسعين في البرية ويذهب لأجل الضال حتى يجده وإذا وجده يضعه على منكبه يعني اكتافه يعني فريحا ويأتي إلى بيته ويدعو الأصدقاء والجران قائلا لهم افرحوا معي لأني وجدت خروفي الضال أقول لكم إنه هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من تسعة وتسعين بارا لا يحتاجون إلى توبه ده أول جزء من المثل على فكرة ده مش ثلاث أمثال زي ما بعدنا بيفتكر كلهم دولة مسل واحد بس ثلاث أجزاء الجزء الأولاني بيوضح رب يسوع إن الراعي هو المسؤول عن ضياع الخروف بيقول كده أي إنسان منكم له مئة خروف وأضاع واحدا منها معنى الفرسيين ورجال الدين هم مسؤولين عن ضياع الناس أنا خايف على الأسوس والكهنة هيتحسبوا على الكلام ده هم مسؤولين الناس بتسيب الكنيسة هم مسؤولين الناس تترك المكان والمسيح كراعي صالح بيقول سيبذل كل جهد في إرجاع الضال يعني ما تسيبوش ضال ومشي وخلاص وسيب الكنيسة يقولك إيه ارتحنا منه ما كنا تعبنين منه لا أحد تمكن من معرفة مدى عمق المياه التي عبرها الراعي الصالح ولا مقدار الظلام الذي اكتاز فيه حتى وجد خروف الضال كل ما يفقد أو يضل له أولوية قصوى في الخدمة ويستحق مجهود لإرجاعه عندما نعصر على المفقود يصحق أن نحتافل به الله يفرح لدى رؤيته وخطاه يرجعون يتوبون ويرجعون إليه خلينا أقول الإختبار وبعدين نكمل بيئة الحلقة رحت مرة كوريا الجنوبية مؤتمر سنة 95 وبعدين اكتشفت حاجة كبيرة أن فيه كنيسة فيها مليون شخص طب الراعي بتابع الناس دولت زي مقسمهم مجموعات كل مجموعة عشر تلاميذ وعليهم قائد وكل عشر قادة عليهم أسيس وكل عشر أسوس عليهم أسيس أكبر وكل عشر أسوس كبار عليهم الأسيس الكبير بتاع الكنيسة عشان يقدروا يتابعوا المليون عضو في هذه الكنيسة بعدين أعلموني حاجة حلو أو يقال لك لو فيه واحد ضاع من المجموعة وترك المجموعة وسبها لأي سبب زعل أو حس نفسه ما يستحقش مهم يساب فيروح قائد المجموعة يسأل عليه ما ينجحش يرجعه يروح ياخد القائد الكبير معاه ويروح تاني يسأل عليه ما يقدرش يرجعه يروح جاي بالأسيس والقائد الكبير والقائد الصغير يسألوا على هذا الشخص منجحوش معاه يجيبوا الأسيس الكبير مع الأسيس الصغير مع القائد الكبير مع القائد الصغير يروح يسألوا على هذا الإنسان عشان يرجعوا للمجموعة بتاعته يرجعوا للكنيسة وآخر المطاف يروح للأسيس الكبير بتاع الكنيسة كلها عنده مليون عضو يقول الكنيسة دي شعرها اللي يدخل ما يخرجش ما نسيبهوش أنا بقول من كل قلبي للأسوس والخدام يا ما بنسيب ناس من كنايسنا يضلوا أو يبعدوا أو يتركوا الكنيسة ولا نسأل فيه المسيح بيقول إن اللي بيرجع ده بيفرح قلب ربنا فيه في آية في صفانيا 3-17 بتقول حاجة حلوة أوي الرب إلهك في وسطك جبار يخلص يبتهج بك فرحا يسكت في محبتي يبتهج بك بترنم إن الراجع الإبن يتمتع بامتيازات وعلاقة حميمة مع الآب السماوي الجزء الثاني من المثل بسرعة في عدد 8-10 يقول كده أو أية امرأة له عشرة دراهم إن أضاعت درهما واحداً ألا توقت سراجاً وتكنس البيت وتفتش باجتهاد حتى تجده وإذا وجدته تدعو الصديقات والجارات قائلة إفرحنا معي لأني وجدت الدرهم الذي أضعتها كذا أقول لكم يكون فرح قدام ملائكة الله بخاطئ واحد يتوب ده الجزء الثاني من المثل المرأة في فلسطين كانت بتغطي رأسها بغطاء به عشرة دراهم دي صروتها بتعمل كده المستقبلها الدرهم المفقود يمثل قيمة كبيرة لهذه الصروة عشان كده بحثت عنه المرأة وكأنها بتبحث عن خاتم الزواج غالي جداً عشرة دراهم كل صروتها كان يسوع يقصد أن المفقود بس المفقود جوه البيت هو غالي جداً هو جزء مهم من البشرية وأصعب حاجة أنه هو مفقود جوه البيت هو في البيت بس مفقود والمرأة هي التي أطاعت الدرهم ممكن تكون المرأة هي الأم في البيت تضيع أحد أولادها ممكن تكون المرأة هي الكنيسة أضاعت واحد من أولادها وفي كل حالتين الأم أو الكنيسة تبحث عن الضال حتى تجده وتفرح به هنا نشوف صورة عملية لنعمة الله التي تبحث وتفتش عن البعيدين في البيت جوه البيت ويمتلئ فرحاً بعودة الدرهم المفقود عودة الضال جزء الثالث من المثل هراب سرعة من عدد 11 وقال إنسان كان له ابنان فقال أصغرهما لأبي يا أبي أعطيني القسم الذي يصيبني من المال فقسم لهما معيشته وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الإبن الأصغر كل شيء وصافر إلى كورة بعيدة وهناك بزر ماله بعيش مسرف فلما أنفق كل شيء حدث جبوع شديد في تلك الكورة فابتدأ يحتاج فمضى والتصق بواحد من أهل تلك الكورة فأرسله إلى حقوله ليرعى خنازير زي ما شفنا في الصورة اللي المخرج طلع عنه وكان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله فلم يعطيه أحد حالة مرة شوفي الكلمة الحلوة أوي فرجع إلى نفسه وقال كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا أقوم وأذهب إلى أبي وأقول له يا أبي أخطأت إلى السماء قدامك ولست مستحق بعد أن أدعى لك ابنا اجعلني كأحد أجراك وقام وجاء إلى أبيه وإذا كان لم يزل بعيدا رآه أبو فتحنن ورقد ووقع على عنقه وقبله زي ما شايفين في الصورة اللقاء حلو أوي فقال له الإبن يا أبي أخطأت إلى السماء قدامك ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا وقال الأب لعبيده مرضيش خليه تكمل بقية الكلام أخرجوا الحل الأولى والبسوه ادي له المكانة الجديدة الكبيرة أوي واجعلوا خاتما في يده ده خاتم الملكية يعني حطوا على أي حاجة يبقى ماشي مئة مئة وحزاءا في رجليه العبيد بس هم اللي كانوا زمان يمشوا حفين لكن الأبناء يلبسوا حزاء وقدموا العجل المسمن يعني أكتر حاجة عندي مهمة اسبحوه فنأكل كلنا ونفرح لأن ابني هذا كان ميتا في عاش وكان ضالا فوجد فابتدوا يفرحون هذه القصة في لؤة خمستاشر أعظم قصة في العالم عن نعمة الله الباحثة عن الإنسان الضال اللي هو بياكل خنازير لكن بتستقبل الابن الوحش ده برحته بكل حاجة بتاخده بالأحضان بتوضح قلب الإنسان الشرير الذي يرغب في الحرية الزائفة عايزة سيب البيت عايزة أخذ فلوس عايزة أروح عيش لوحدي عايزة أعمل اللي أنا عايزه أتطيع نفسك تكشف عن فساد القلب البشري المتمرد الذي يترك بيت الآب ويبحث عن المطعة الرخيصة ولا يعلم أنه يدمر نفسه ونقرأ في هذا الفصل عن أعمال العناية إلهية حيث حدث أجبوع شديد هذه الظروف الصعبة دفعته للتفكير وأقوى جملة في القصة رجع إلى نفسه يا رب ناس كتير تكون تسمعاني وترجع لنفسها وترجع لعقلها وترجع لبيتها وترجع للكنيسة وترجع للمسيح هذه عبارة تحمل في معناها كل معاني الحياة رجع لنفسه وأظهر الرب يسوع أن البعيد عن الله بعيدا عن نفسه وهو لا يمكن أن يكون ما يجب أن يكون عليه إلا بعد الرجوع لبيت الآب لكي تكون إنسان حقيقي فقط عندما ترجع لبيت أبوك السماوي وأحضان أبوك السماوي هتلاقي أحضانه مفتوحة وعند أذن تعرف نفسك وتعيش حياتك وعندما رجع الإبن الضال وجد مفجآت لا يتوقعها وجد أحضان الآب مفتوحة وهو يرقد إليه ويعانقه بدون عتاب رغم رائحة الشر وعفونة الخطية لكنه وجد الحب الحقيقي الذي يغفر وينسى الإساءة وجد الحل الأولى وجد رد الكرامة في الحزاء لا يعطى لغير الأبناء وجد الخاتم الذي ينتظره ويعيد الثقة المفقودة وجد أيضا الفرح الحقيقي الذي لا ينتهي وهو ما كان يبحث عنه يدور على الفرح والسعادة في مكان غلط لكن فعلا الابن ده أخذ كل حاجة لكن أعايز أن أقول حاجة قبل أن أختم عن الابن الأكبر الابن الأكبر بيشير إلى الفرسيين أو رجال الدين كيف انتهت القصة في لؤة لؤة لم يكتب النهاية لأنها لم تحدث الابن الأكبر بيشير للفرسيين والكتب ورجال الدين اليهود إيه اللي حصل قاموا على المسيح وأتلوا يسوع الابن أتل أبوه اليهود أتلوا المسيح وهذا المثل هو أكبر تكسيد لمعنى نعمة الله إله كل نعمة الذي ينتظر عودة كل ابن أن يرجع إليه فهل من يشاهدني يرغب في الرجوع إلى حضن الآب السماوي الذي يترقب رجوعك يا رب خد قرار وترجع للمسيح هتلاقي أحضانه مبتوحة مهما عملت وهيخفر ليك بس تتوب وارجع للمسيح ربنا معكم تلميذ للمسيح الوديع القدوس المتوضع القلب مؤمن مؤمن مكرس مطير خادم أتعلم الحب دستوري يسوع الكلمات أنمو بالحكمات والنعمات أتشبه بالمسيح الميذ لسيدي المسيح الميذ للمسيح وأعيش من المسيح الميذ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر